رئيس فلاديمير بوتين بحث في اجتماعه اليوم الاوضاع في سوريا في ضوء تصريحات واشنطن الاخيرة وحذرت روسيا واشنطن من تبعات قرارها واكدت بانه عامل سلبي يفشل الجهود لاجار حل سياسي للازمة كما رفضت المانيا والسويد قرر واشنطن تسليح الارهابيين لم تعود التصريحات الامريكية تثير استغرابا في الاوساط السياسية وهي التي اختارت اللعب على حبلين احدهما تصنيع الارهابي ودعمه وتوجيهه والاخر محاربته الانتصارات الاخيرة التي حققها الجيش العربي السوري في القصير وتقدمه على محور حمص واستعداده لخوض معركة حلب باتت تشكل كابوسا يرعب الولايات المتحدة الامريكية فقررت تزويد المجموعات الارهابية المسلحة اصلا بالسلاح وكأن كل ما قامت به على مدى اكثر من عامين من عمليات تسليح وتدريب للارهابيين وتسهيل مرورهم من كافة انحاء الارض باتجاه سوريا ليست الا اعمالا خيرية ينعم الشعب السوري بخيراتها قتلا وتفجيرا وتخريبا لبلدهم وما بين استعجال واشنطن الى تسوية سياسية وقرار مد الارهابيين بالسلاح يعلو الصوت الروسي محذرا من تبعات القرار الامريكي بتسليح الارهابيين الذي لا يسهم في ايجاد حل سياسيا للازمة كما انه لن يغير في موازين القوة على الارض وبحسب مساعد الرئيس الروسي يوري اوشاكوف فان لهجة الولايات المتحدة حول الازمة في سوريا وبصفة خاصة نيتها زيادة امدادات الاسلحة للارهابيين لا تسهم في عقد مؤتمر دوليا حول سوريا كما حذر مخايل بوكدانوف نائب وزير الخارجية الروسي من ان قرار الولايات المتحدة يشكل عاملا سلبيا يفشل جهود رامية لايجاد حل سياسيا للازمة في سوريا مؤكدا ان الجانب الروسي مستعد كما اتفق من قبل مع الشركاء الامريكيين على اجراء مشاورات في جينيف في الخامس والعشرين من الشهر الجاري لبحث التحضيرات للمؤتمر الدولي الخاص بسوريا في جينيف واعتبر بوكدانوف ان امورا كثيرة ستتوقف على نتائج اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والامريكي باراك اوباما على هامش قمة الثماني التي ستنعقد في ارلندا خلال الشهر الجاري من جانبه استبعد اليكسي بوشكوف رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوم الروسي ان يؤدي توريد المزيد من الاسلحة من واشنطن الى المسلحين في سوريا الى التغيير الجذري لميزان القوى في الارض السورية الذي مال في الاوينة الاخيرة لصالح الدولة والقيادة في البلاد التحذيرات الروسية رافقها تأكيدات المانية بان برلين لن ترسل اسلحة الى سوريا وانتقادات من السويد قائلة بان من شأن القرار تقويد شروط العملية السياسية القرار الامريكي بتزويد الارهابيين بالسلاح ترافق مع تسريبات دبلوماسية بان الولايات المتحدة تدرس فرض منطقة حظر جويا محدودة في سوريا يحتمل ان تكون بالقرب من الحدود الجنوبية مع الارضن وهو امر بحسب فرنسا غير متوقع في الوقت الراهن وبحسب متابعين هو كلام اقرب الى الهديان لان اول الحاصدين لنتائجه الكارثية ستكون امريكا واسرائيل مسرحية